أكدت مصر أنها لن تتوقف عن إدانة الممارسات المشينة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ومن بينها القصف المتعمد لمدرسة تابعة للونوروا بمخيم النصيرات وتنظيم ما يعرف بمسيرة الأعلام في قدس المحتلة هذا وشددت مصر على مواصلتها العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل حماية الحقوق الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية